عمار يا مشمش مقولة ظلت علقة في أذهان المصريين طويلاً وأصلها هذه القرية التابعة لمحافظة القليوبية قرية العمار التي اشتهرت بزراعة المشمش عبر قرون طويلة فهذه السوق لا تنقطع عنها الأقدام سواء للبيع أو للشراء مشمشة اللي بتتاكل من أرض العمار مش موجودة في بقية أرض مصر ولا في بقية أرض العالم حاجة كده من عند ربنا نعمة يعني الخاصة للبلد دي وناسها كان اعتماق كل وجزء على المشمش في جهاز العرائس في كل حاجة سيادتك خلي بالك وأنا أحددك لجل فتح وكالة هنا وبيجي لي ناس توافدوا علي من جميع البلاد تجار بيأكلوا أيش تبار سيادتك وموسم كله خير وخلف السوق ما يقرب من مئات الأفدنة زرعت كلها بالمشمش مساحة كانت مضاعفة في السابق لكن بعض العقابات التي تواجه هذه الزراعة قلصت مساحتها بصورة ملحوظة فقل إنتاج القرية التي تمثل وحدها نحو 40% من الإنتاج المصري من المشمش بنتورسها ويورسها عن أبوه والتاني بيرسها عن أبوه والشجرة لها عمر عمرها بنتهي ببتدن نزرع لها خلفة صغيرة تحتها تطلع وتعتبر شجرة المشمش من الأشجار المعمرة التي يصل عمرها في بعض الأحيان إلى أكثر من 150 عاماً لذا فهذه القرية تعدها مراثاً عن أجدادهم يتناقله جيلاً بعد آخر يعد محصول المشمش استراتيجياً بالنسبة لأهالي قرية العمار ورغم كونه لا يستمر أكثر من شهر في العام الواحد إلا أنهم يعتبرون أن هذا الشهر هو شهر الخير ففيه تغضى الحوائج وتكثر الأفرح أحمد مصطفى الغد محافظة القليوبية